اشتركوا في القناة 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 أتكلمين عن تقطيطك لمستقبلك أنا إن شاء الله ناويه أدخل العلم وعلوم ومنها إن شاء الله أدخل القرآن الكريم والكورآن الكريم مش ناويه تتفرر فيه الحاجة ولا ناويه أن أنت بس لحد حفظ القرآن الكريم إن شاء الله بعد السنوية العامة أو الأن ما أدخل القلية هل تحقق مع هدى القرآن ليه اختارت مع دي القرآن لأن أنا عايزة أزود مهاراتي ومعلامتي عن القرآن الكريم مش أكتفي بس بحلصه إن شاء الله يعني عايزة التجويد والأحكام وعارف القراءات والتفسير والمعاني وكل ربنا يزيدك من فاضنه طب أنت شاركتي في مسابقات قبل كده أيوة شاركت في مسابقات تبع الأظهر الشريف اللي هي مسابقة غير المنتسبين للأظهر اللي هي بتأخد طلاب العام تعليم العام حصلتي فيها على مسابقات قبل كده هي مراكز قبل كده أسف أيوة حصلت على المركز الأول فيك طب ومسابقات اللي انت شاركت فيها فيه مسابقات تنية بس تبع جمعات خيرية زي مسابقة دموستاط ديها في الزازي ديها حصلت فيها على المركز الأول هنا على المحافظة بس ما حصلتش على المركز على الجمعات يعني بعد مسابقة التربية والتعليم لتفقري إن انت تشتركي في مسابقات تنية مثلا تكون من المسابقات العالمية والمسابقات اللي بتنافس على مستوى الجمهورية فيه مسابقة معينة يعني بتفكري ان انت تقدمي فيها فيه مسابقة تابعة رابطة العالم الاسلامي انا دخلت فيها مرة جبهين كده ودخلت تصويات بس برضو رابنا مش وفقني ان انا اطلع على الجمهورية أو كده انت يعني بتفخططت ان انت ان شاء الله توظبي على المسابقات طيب يعني القرآن دايما بيدي للانسان بركة في حياته حكينا كده عن بركة في حياتك في القرآن الكريم الحمد لله بفضل ربنا وفضل القرآن انا الحمد لله اخواتي حفظين القرآن من برضو وده مدينا بركة في حياتنا مدينا بركة في الوقت انا وفاتي الحمد لله متفاقر في دراستنا منطلع الأوائل كل سنة الحمد لله والحمد لله القرآن بسبب بركته مدينا سعادة حياتنا سعيدة الحمد لله ما فيش اي مشاكل ما فيش اي ضغطة والحمد لله احنا براحة بيك على تلفزيون اليوم السابع اهلا بيك اهلا بيك اتعرفنا الاول بنفسك انا طريق محمد مصطفى ابو العز من خلوة دهوس مركزية الشرق طيب لو تكلمنا يعني مريم كان بتقول ان انت لحفظتها الكوران الكريم انت حضرتك بتشغل موظف عادي مش اه اه فازاي يعني اه يعني حضرتك شخص عادي تعليم عام وموظف عادي دفت ان انت تحفظ اولادك الكوران الكريم الله اي انا من بداية وانا في الدراسة وانا صغير يعني صغير كده كنت بحب القرآن جيد كنت اي صورة بخدها كنت بحفظها مباشرة تنيا كنت اتمنى ان انا احفظ القرآن فانا ما وفقتش يعني لعدم موجود كتتيب ايامها فحاولت اعوض الموضوع ده في اولادي يعني انهم يحفظوا وبيهم يعني يعتبر احنا حفظي اه كلمني عن يعني ساعدتك بهم وفرحتك بهم لما هم بيتأهلوا لمسابقات زي مريم يعني انت عندك تلاتة زي ما وضحت مريم لو تقول لنا اعمارهم ودرجات احفظهم للقرآن الكريم الاول انا عندي مريم بفضل عندها 14 سنة وختمت القرآن 9 سنين محمد اخوة برضو حفظ القرآن واتم حفظه عنده 12 سنة حاليا واتم حفظ القرآن على 10 سنين وصالح حاليا عندها 8 سنين وفي الجزء السنة 10 نعم طيب كلمني عنكم كأسرة يعني ما شاء الله ربان يبارك فيهم التلاتة بحفظ القرآن الكريم وحضرتك اللي بتتابع معهم حفظ القرآن مريم كان بتقول ان فيه ورد هي بتعمله كل يوم الباقي يعني هم انتو الورد ده انتو تعملوه جماعي ولا يعني بتعملو ايه عشان تحافظوا على الحفظ القرآن الكريم كل يوم انا الشغل يعتبر مش تعمله فاردي يعني مريم لها نظام لوحده خلاص هيها كبرت وتقدر تتمد على نفسها بالنسبة لمحمد ممكن نسمع مع بعض الصورة طبعا بتاخد لوح يومي او يعني كل ما ربنا يجدرنا كده ممكن يومي كل يوم ويوم بتاخد صفحة بتحفظها وبنسمع الصفحة مع الماضي بتاعها ومحمد ممكن نسمعة بها تكزاء في الورد الواحده طيب يعني الكورآن الكريم بركة في الدنيا وفي الااخرة لو تكلمنا على بركة الدنيا معاكو كأوسرة والله احنا اتمسكنا بالكورآن بفضل الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله سلم يعني حسنا ان هنتمسك بها أكتك لان النبي صلى الله سلم قال من أر Tyson Вosalioz قال من أراد الدنيا فعله بالكورآن ومن أراده بمعن فعله بالكورآن القرآن هو ساعدت الدنيا وساعدت الأخرة وساعدت الاثنين مع بعض كما النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وإحنا البركة في البيت موجودة إحنا مش حاسين مش عارفين بركة دي جاية منين يعني كل حاجة الحمد لله موجودة وما فيش يعني الحمد لله مش بنحسب عي ضقيقة يعني والأمور متيسارة بفضل الله علينا يعني الحمد لله يا رب دائما طيب إحنا لو حبينا إن إحنا نسمع حاجة كده من القرآن الكريم بصوت مريم لو تديها المايك تسمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم من خشية الله من خشية الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله صدق الله العظيم صدق الله اشتركوا في القناة